ديما واجدو متألق مع جيلات بلدخوة جديدة في منطقة المشجعين تابعت المباراة فتابعت امتعاد كبير كل المحبين الكرة الإفوارية المنتخب الوطني المغربي الذي يواصل استعدادته خصوصا المباراة الثالثة أمام منتخب زامبيا وكذلك الجماهية المغربية التي تتقاطل مرة أخرى على سان بيدرو من أجل حضور المباراة يوم الأربياء المقبل أمام منتخب زامبيا المنتخب الوطني المغربي لغدان ستكون هناك ندوا صحفية للناخب الوطني وليد الرقراغي والتي ستتعقبها في مساء الغد في ساعة الثامنة في التوقيت المحلي ستكون هناك حصة تدريبية ستكون مفتوحة في وجهة وسائل الإعلام الوطنية وكذلك الدولية الحاضرة نعطيك الجماهير وكذلك ما نعيشه في سان بيدرو خصوصا الجماهير التي مستعدة تشجع المنتخب المغربي أمام منتخب زامبيا يحضر معي بعض المشجعين والمحبين في البداية كانت تدرون مباراة مهمة أمام منتخب زامبيا الفوز إن شاء الله سيعطينا التأهل للدور المقبل وإن كان التأهل الآن صباح المنتخب المغربي رسميا متأهل للدور المقبل ولكن أريدنا الصدارة لا يوجد أي خيال لدينا إلا الصدارة لأننا ينتظر من العالم كل ما نحن في قطر رابع عالميا يعني نحن رأي كل ما ننتظرنا بأننا سوف نفوز وإن شاء الله سوف نفوز منه وكان شكرا للمشاهدين على المقابلة الأمس لأن الله يكون في عوانهم كانت مقابلة الجوحار كانت رطوبة كانت بالزبدة للعواميل وكان شكرا للمشاهدين وكان شكرا للمشاهدين وكان شكرا للمشاهدين لأننا كنا في المونتراجل كنا قاع في المينصة قلسين وما قطرنا نكملو وكان شربوا الماء كل ساعة كل أقسم كخصة كانت شربوا الماء يعني يظهي يكون في عوانهم وإن شاء الله أن نطمئن الجماعية المغربية إن شاء الله سوف نفوز إن شاء الله نهار الأربعة بالمقابلة ونشاء الله للمجموعاتنا ونفوز إن شاء الله والتفاؤل زميل الطاقل كان يعيشوا مع الجماعية المغربية مباراة تكون مهمة من منتخب زامبيا وإن شاء الله بغينا مازال المساندة تكون أكبر وأكبر إن شاء الله بسبب العناصر الوطنية كما شاف جامع أن المقابلين جمع المتخب الموطني المغربي ضد الكونغو وتلعبت في هذا الوقت اللي كان جوحار الجوج هنا وثلاثة في المغرب طلبوا من الله عز وجل أن المتخب الموطني المغربي يفوز بالكأس ويجاري مقابلة بمقابلة حيث كأس أفريقيا صعيبة كأس أفريقيا ماشية كأس العالم كان اختلاف كتير هناك الحرارة كان الأفريق ملفين على الجو هنا إحنا عدنا جل اللاعبين تلعبوا في الدورية الأوروبية في جامع أن أوروبا فضلوا يتركي للبرد طلبوا من الله عز وجل أن المتخب الوطني المغربي يجاري مقابلة بمقابلة والعبرة في الخواتيم ونفوز بكأس أفريقيا إن شاء الله نعم هذا هو طموح الفوز بكأس أمم أفريقيا الجمهوركي عرفك مرحك شي كيفش كنت عيشون تومال عجواء كينش تنجيها كينش كل شي كين كل شي كين الحمد لله كين كنشو بنا أجواء جميلة بالجماعية وهذا شي كين مطابعة الحال لأن تتشوف المقابلة الأمس لتحقوا بنا الجالية المغربية اللي هي مشكورة الناس ديال أبيتجو جاءوا لبارح جاءوا ربعات الحفيلات من أبيتجو تل سان بدرو باش يجعلوا المنتخب الوطني والحمد لله لبارح راجتي كان واحد لجو كان مزيان مع الجمهور مع الجمهور المغربي واخ كانت الحرارة ومش رأي مش الحرارة طر طوبة لأن نش المغربة ملفي ملفي الحرارة ولكن الرطوبة كمات القلوض تنجية معلكة وإن شاء الله غدا يوم الأربعة إن شاء الله خسنا الفوزو باش باش لديه نحن اللولي إن شاء الله وعليش الليل تسميت الجيبو هاد الكاساد إن شاء الله نعم مبارا سهلا من المنتخب زامبيا كيف تشوف المواجهة وكيف شاء الله السعدادة بشأن المنتخب مغرب بسم الله الرحمن الرحيم أخو بالنسبة المقابلة إن شاء الله لدينا الأربعة لنشعر المنتخب الوطني قلبا وقلبا لأن الظروف المقابلة يوم أمس بعض الناس لا يصبح صحاب التواصل الاجتماعي يكتبون اللارة هذه اللارة هذه نحن في طلسة إيشام وما بين الشوطين تقريبا نقسم بلاي 15 لقى عادي لما يشرب نحن ما بلوك اللعب اللعب ينتم في الأرض يكتبون الرطوبة ومثل المسائل نحن نحن الانتصال نحن نحن المنتخب الوطني المغربي لنجيب نتيجة إيجابية ونستطر الترتيب لنجيب 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 لعب الماتش التومون ونشاء الله سنمش لعاصمة لنجيب لنجيب الماتش الربوع ونشوف هذه الساعة محاولة يتسقي نعم اتقال كاملة في العناصير وفوالي درنقراغي لأنه مقابل أمس كما نقول نحن عجاجة ودائزة نتمنى كل توفيق للمنتخب الوطني المغربي زمين الطريق الجماهير كلها ستكون حضرة من أجل المساندات المنتخب الوطني المغربي نتمنى جدد المنتخب الوطني المغربي خصوصا على مستوى اللاعبين وكذلك الجديد اللاعب نوستان المزراوي كنعرف مجيد الخال كذلك نوردين الزياتي اعزالوا بعض الأجواء اللي تكون يا حماس نخليكم عن الأجواء وعض الحباس مع الجماهير اشتركوا في القناة